اشتركوا في القناة اتكلمنا على سلسلة من المؤسسات اتكلمنا في مؤسسات التركيب الخاصة بوحدات تسييج المياه وقبلها اتكلمنا على ممرات ومجاري وموزعات الهواء والنهاردة ان شاء الله بامر الله بناخد الجزئية الثالثة من مؤسسات التركيب وهي خاصة بغرف التبريد والتجنيد وحنختص بها الغرف متوسطة وصغيرة الساعة متوسطة وصغيرة الساعة طبعا هي غرف التبريد والتجنيد لازم الاول احنا بنركز مع بعض هو الغرف دي بتستخدمها في ايه الغرف دي عشان احفظ فيها المواد الغذائية اما مبردة او مجمدة وطبعا مش اي مواد الغذائية انا بتكلم على كميات من المواد الغذائية يعني انا النهاردة مثلا الجزار لما بيجي يحفظ مثلا كمية من اللحوم مثلا ماشية مثلا الزبيحة اللي بيكون مثلا دباحة اي ان كان بيمكن يحفظها داخل تلاجة كبيرة فدي في الحالة اللي بسميها غرفة لانيا قد تكون مثلا حجم اللحوم موجودة مثلا فيها ربعمائة كيلو نص طن اكتر بكده فانت هنا محتاج غرف اه مثلا موزع دواجن مجمدة او اسماك مجمدة بيكون محتاج هنا برضو غرف تبريد او غرف تجميد بتبقى برضو مساحية الى حد ما كبيرة اذا انه النهاردة انا بستخدم غرف التبيد وغرف التجميد خلاش عشان احفظ المواد خلاص اللي هي الغزائية او بعض المواد الاخرى اما مبردة او مجمدة فترة زمنية على المدى القصير وعلى المدى الايه الطويل تمام طيب الغرف اللي احنا بنتكلم عليه اللي حتكون موضوعنا النهاردة في عملية المؤيسة احنا نتكلم على غرف التبريد سابقة التجهيز وصابقة التجهيز غرف ديه بتكون عبارة عن ايه عبارة عن مجموعة من الالواح الاول هي احنا لو جينا نتكلم قبل ما تخش على جزء الخاص بجزء دي احنا لو جينا نقسم هنا الغرفة بشكل عام فيه خاص جزء خاص بدائرة التبريد خلاص او دورة التبريد اللي موجود معايا وجزء خاص بالانشاء نفسه اللي هو بخاص بالمبنى او بالغرفة نفسها الجزء الانشاء الخاص بالغرفة تمام وفيه جزء خاص بعملية العزل والحماية والامان ودوار التحكم الخاصة بيه لو جينا نتكلم على الجزء الانشائي وده اللي بيهمني شوية في الجزئية عندنا هنا في الغرف وده اللي بياخد معنا وقت او الجديد بمعنى اصح احنا هنا بيقى فيه مجموعة من الالواح الألواح دي بتبقى عبارة عن طبقتين طبقة من الداخل وطبقة من الخارج بتبقى غالبا مصنوعة من الصاج المجالفن أو الصلب اللامع اللي هي برضو المجالفن أو أوقات الاستلس أو الألمونيوم أي إن كان حسب كل واحد حاجة لها تمنها ولها سعرها وبترجع لحسب مين العميل عايز إيه بالزبط وإحنا بنقوله ده خصاصه إيه وده مسته إيه وده عيوبه إيه وكل حاجة تمام فبالتالي بتبقى عبارة الواحد الموجودة معي ديه وإن عبارة عن طبقتين اتنين من الصاج مثلا مجالفن بينهم مادة عزلة المادة العزلة ديه بتبقى غالبا مادة رغوية من مادة اليورسان رغوي تمام وده بيتم صبه ما بين اللحين الموجود معي وبيكون العزل سمك العزل ده بيتوقف على عدة عوامل عدة عوامل النهار دي يعني غالبا بتبقى السمك ده من 10 سنطي إلى 20 سنطي اللي هو حسب بقى درجة حرارة التجمع داخل الغرفة دي عايزها قد ايه فارق بينها وبين درجة الحرارة الوسطي المحيط قد ايه مكان الغرفة ديه تموضع الغرفة ومكان اللي هيتم بناء أو إنشاء فيه الغرفة ده فين بالزبط هالمعارض أشعة شمس معارض لزروف جوية خارجية كل دي عوامل بتأثر في سمك المادة العزلة وسمك العازل أو سمك الألواح اللي احنا بيستخدمها كمان الألواح دي بتكون مجهزة بيعندي حقفال سريعة وده بتبقى عبارة عن جزء مثلا موجود معايا مشقابية وفي جزء تاني مثلا موجود بهلب كده بيبقى الجزء ده معد بيركب بالشكل ده وأنا بعد ما بركب الألواح وأطبعها على بعضها بألف جزء يوم جاي قافل الجزء اللي معاه ده فبالتالي بسمعها أقفال ايه أقفال سريعة فهي بتكون معدة بأقفال سريعة بحيث أن يمكن هنا تركبها بشكل مباشر في المكان اللي بيتم إنشاء فيه المغزن أو الغرفة التبريد طيب وده كلام بتكون الأقفال السريعة دي معدة في المصنع وأثناء تصنيع الألواح يعني احنا مش بنجيبها نركبها في المكان العمل لا ده هي بتكون الألواح اللي بتجيب جاي عندي جاي ألواح عندك ونزل ما قلنا بتباطيم المعدن بينهم المادة العزلة ومجهز بداخلها وعند الأحرف فتاعتها اللي احنا مسميها عند الأقفال السريعة واللي بيتستخدم في تجميع الألواح مع بعضها طيب احنا عرفنا على الجزء الخاص بالألواح والمكونات الموجودة في عندي تمام طيب وكمان احنا ليجي اتعرف مع الغرف دي في بعض العوامل وبعض احتياطات لازم أكون عارف الأجزاء اللي فيها يعني أنا النهاردة دلوقتي دائرة التبريد اللي عندي الوحدة الخارجية اللي هي مكونة من الضغط والمكسف وخزان السائل دي بنسميها بتكون موجودة خارج المكان بنسبتها بجوار المغزن أو أعلى المغزن أو مثلا في جزء مثلا بيعبد عن مغزن بسيط جزء بسيط المهم بيكون هنا الوحدة دي خارج المكان يعني المكسف وخزان السائل والضغط دول خارج مين خارج المكان نمال الفيبريتور أو الكويل أو المبخر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو هيكون مسؤولة عملية التبريد أو التجميد داخل الغرفة داخل مين الغرفة بيكون بجنبه بجواره طبعا نوع المبخر اللي بيستخدم عندي هنا مبخر حمل جابري على أساس انه بيقوم بدفع طيارات من الهواء بسرعة عالية جدا على المنتجات الموجودة داخل مين المغزن فبيتم تبريدها أو تجميدها تمام إذا أنا في النهاردة في الغرف اللي بكلم فيها انت عندك فيه الكويل المبخر وصمام التمدد موجودين داخل الغرفة وفيه عندك الضغط والمكسف خلاص وخزان السائل موجودين خارج مين خارج الغرفة بتسمعها الوحدة الخارجية وده الوحدة الداخلية فيه تصمامات وأشكال مختلفة للغرف اللي احنا بنتكلم على أو وعدائرات التبريد وحتى المكونات اللي عندي وقدراته والوحدات اللي موجودة معي يعني الكباس اللي أنا بستخدمه ده نوعه ايه وقدرته قد ايه بيختلف من غرفة للغرفة حسب درجة حرارة المطلوبة داخل الغرفة المنتج وكمان حجم الغرفة وأبعاد الغرفة اللي أنا بستخدمها عندي تمام طيب احنا تقلنا برضو على دائرة الايه دائرة التبريد خلاص فيه بعض بقى الأكسسوريس الملحقات اللي بتفيدني موجودة معي يعني أنا الغرفة دي الأماكن دي لما بيكون مثلا بنيت المكان من مجموعة من الألواح حبيبقى فيه باب الباب ده بيكون محكم الغلق ومصنوع من نفس المادة المصنع منها مين مصنع منها الألواح وبيكون هنا محكم الغلق وكمان عليه شريط من السخنات الموجودة حوالين محيط الباب علشان تمنع أو بمعنى أصح ان هي تمنع عملية تجمد اي أبخيرة على صفح الداخل للباب وبالتالي بتعقح فتح الباب فيما بعد فبنحط دايما شريط مسخنات بيعمل عنده جهد منخفض كمان عندي المبخر بيبدأ يتكاسف عليه لما بيتم فتح اللواء المغزن بيخش الهواء محمل ببخار الماء فبيتكاسف ببخار الماء على سطح المبخر بيكون عندي هنا خرطوم أو مصورة بعدها لصرف الماء المتكاسف على سطح المبخر كمان لما بنيجي نخسل الغرفة أو نخسل المغزن بيكون في مصورة لصرف نتيجة عملية الغسيل فعندك فيه بيكون فيه مواسير صرف بيكون فيه عندك سما قلنا سخنات موجودة حول إطار الباب أو شريط سخنات موجودة حول إطار الباب يعني عند جهود منخفضة كمان بيكون حضرت شريط من سخنات ملفوف حوالين مواسير الصرف اللي بتمر هنا لو تم بتصرف الماء المتكاسف اللي هو على ملفات المبخر لأن الترجل الحرب تكون مخفضة جدا فممكن الماء في المواسير دي تتجمد وتمنع صريان الماء المتكاسف وتعمل لي مشكلة داخل المغزن أو داخل غرفة التبليد تمام؟ فبالتالي انت النهاردة محتاج بعض الأكسسيروس علوة كمان على لوحة التحكم اللي بيتم تثبيته خارج المكان وكمان مقاييز درجات الحرارة اللي موجودة داخل ايه؟ المكان تمام؟ وكمان احنا بنحتاج بعد ما انت بتبني المغزن بتقفله بتحط هنا دعامات قوية عمضة صلبة موجودة معانا خالجية بتخلي المغزن أكسر صلابة وكمان بتعزل المغزن من الداخل الفواصل كان معجون سيليكون أو أشريطة لاصقة بتغطي اللي هي الفواصل اللي موجودة معايا بجزئية دي كمان أنا بستخدم هنا إضاءة الإضاءة اللي بستخدمها داخل غرف التبليد غالبا إضاءة ذات أحمال حرارية منخفضة إيه؟ أغلبية اللمبات الليد اللي بتكون موجودة معانا في الوقت الحادي كله أغلبيته بيركب ليد دلوقتي لأن كمية الحرارة اللي بتنتج نتيجة مرور الطائر الكهرابي وبينتج عنا عملية الإضاءة بتكون في اللمبات الليد أقل من اللمبات المتوهجة العادية تمام؟ فبالتالي أنا النهاردة عندي أكسسر في الغرفة لو جينا نبص كده أنا محتاج النهاردة عشان أعمل غرف التبريد أو غرف التجميد أول حاجة محتاج المكان اللي هنشي فيه الغرفة ده يكون متساوي كويس ومعد كويس قد أنشي الألواح اللي جناب والأرضية مع السقف بنيت المكان أو عملت المكان بتقولنا الواحدة بتكون مجهزة في المصنع ومعزولة بصرق معينة زي ما احنا نتكلم مع بعض بتفصيل دلوقتي تمام؟ وفي نفس الوقت بدأت إن أنا كمان ركبت دار التبريد الواحدة الخارجية بالتالي ما كانها والواحدة الداخلية ما كانها عملت الوصلات ما بينهم ما بين دار التبريد عندي مصورة صرف ومصورة مثلا الماء المتكاسف وصلتها وفي نفس الوقت ركبت عليها شريط السخنات اللي بيمنع تجمدها ركبت الباب واللي بيكون محكم الغلق كويس جدا عشان يعزل ما بين بره جوا وقمت مركب عليه شريط سخنات عشان يمنع تجمد الابخيرة المتكاسفة عليه واللي بتعوك فتح حركة مين الباب اللي عندي تمام؟ وبدأت كمان ركبت دايرة التحكم ومقييس درجات الحرارة والمقييس المختلفة اللي ممكن نستخدمها في الدورة اللي عندي تمام؟ تعالوا كنا احنا نتكلمنا مع بعض نشوف هنا الغرف دي بتتركب من ايه واللي بتتركب غرف ومخازن التبريد والتجميد سابقة التجييز من مجموعة من الالواح الاخفيفة الوازن واللي بتجهز في مصانع متخصصة حيث بتصنع هذي الالواح من طبقتين من الواح الصلب المجالفن اللامة او الالمونيوم او الصلب المقاوم للصدق وبيتم حقن الفراغ ما بين الطبقة الاندولت بمادة عزلة ودي بتقى مادة اليروسان الرغبي اليروسان الرغبي ودي بيتوقف هنا سمك المادة العزلة على درجة الحرارة الداخلية للغرفة طيب بعد كنا قلنا في بعض الملحوظات اللي مهمة لما اجي ابني غرف التبريد والتجميد وقلنا اول حاجة انا بجمع الالواح مع بعضها باستخدام اقفال سريعة مجهزة داخل المصنع مع الواح خلاص اللي موجودة معايا بتصنع الابواب خلاص بنفس طريقة صنعت مين الالواح وبيجب هنا احكام الغلق لعزل الحيز الموجود معايا اللي هو الداخلي وبعد كده انا قلت هنا بركب هنا شريط تسخين كهربي خلاص على طول محيط الباب عشان نمنح دوث تجمد مين التلج واللي بيؤدي لعاقة فتح مين الباب كمان انا بجهز الغرف بمواسير لتصريف المياه المتكسفة من على المؤخر اللي هي لما باجي نظف كمان في مواسير كمان للتنظيف اثناء عملية التنظيف او الغسيء من الداخل وبلف هنا المواسير ديت بشريط مسخنات خلاص حول المواسير عشان نمنح عملية التجميد ثم بجهز غرف دي باضافة ده باضاقة داخلية الاضاقة دي بتشتغل بس لحظة ما بفتح مين الابواب تعالوا كده نبص كده على فيديو نبص على مين على فيديو الفيديو ده هيوضح معايا ان انا ممكن النهاردة ابدأ ازاي ان انا اجمع مجموعة الالواح الموجودة عندنا نبص كده معانا على الفيديو الموجود معانا ده خلاص انا الفيديو هوت في جزئية لوانية هي مجموعة من القطبان الحديدية واللي حيتم رصة عليها اللي هي الالواح الارضية اللي بتكون معزولة وجاية جاهزة بحيث تكون مستوية بيبدأ يسبت هنا الالواح الجانبية هي اللي هي الحوائط من كل زاوية ويبدأ بيستكمل باقي الالواح اللي موجودة معانا هنا هي خلاص طيب الالواح بالشكل ده كده زي ما شفك ده ده من هيئة الالواح هيبدأ ممكن يكون عندك الباب نفس المادة اللي بيصنع منها الالواح وممكن يكون جايز جاي في اي لوح من الالواح حسب حجم الموجود معايا وأوقات تانية بيجي بشكل منفصل بيتمي تركيبه شكل منفصل بيركب برضو هنا الاسقف زي ما هنا هيبدأ يكمل استدابة عن الاسقف خلاص وهيستكمل باقي الاسقف وثم بيحط هنا زاوية دعامة من كل الزاوية الجانبية لمين؟ للمغزن المغزن من الداخل زي ما انت شايفين كده مع بعض خلاص؟ بيبدأ يحط مثلا بعض الدعامات اللي في الجانب تحت ريات واشرطة لسقة والدعامات دي بتكون زاوية حديد كده بتدي قوة للألواح وبتثبت الألواح بشكل اكبر من جميع الزاوية اللي عندي تمام؟ يبقى كل هنا الأرقام بالكامل كده هيكون في مجموعة من الزاوية هنا حديد اللي بتوديها ودي بتدعم بتخلي المغزن اكتر صلابة وقوة لان الالواح دي بتوصنع من الألواح خفيفة ثم هنا لو بصنا هنا في جزء العلو هنا ليد يعني لو جينا بصنا هنا بركب دائرة التبريد ده الجزء الخاص بالإفبريتور يعني الإفبريتور عندك المباخر اهو الجزء اللي بتاع الوحدة الداخلية وهيبدأ يوصل المواسير اللي هتوصل ما بينه وما بين الوحدة الخارجية بصوا لما صورة الصرف اللي انا بكلمكم عليها دي دي مصورة الصرف اللي يبتصف الماء المتكاسف وكمان فيه كابلات ممكن اوصل هنا كابلات الكهربية لو فيه كابلات خاصة بالمروحة الباور اللي عندي بعد ما بستك من هنا وصلت بتديم هنا ووضع هنا الوحدة الخارجية اللي موجودة قدام نهيات والوحدة الخارجية دي زي ما انت شايفين كده بتبدأ هنا تجمع الايه الدايرة الموجودة معنا تمام والمخزن الموجود معي هو ثم بركب هنا لوحة التحكم وكنترول اللي منتركبها بشهور علامة عندي ديت وببدأ اتعامل مع الدعمات وركب هنا خطوط الباور للوحة التحكم الكهربية الخاصة بسواء كان الفانة او كان الوحدة الخارجية اللي عندي تمام طيب يبقى احنا كده اتعرفنا من خلال الفيديو بسيط ده اللي هي ازاي ممكن شكل ازاي بتتم تجميع الالواح الموجودة عندنا طيب نشوف كده بقى شكل كمان هقلت رسمة تخطيتي لقطاع لغرف التبريد او لمخزن تبريد سابق التنهيس زي ما قلنا الالواحيات في اللجناب كملت الالواح انا هنا مبين هنا الساف ودي الباب بيكون نفس المادة بيكون في عندك ترولي مسلا موجود معايا كده او اعلى بيتم وضع المنتجات عليها القرفف بتكون موجودة هنا جوة وده صورة عندك لغرفة التبريد او موجودة عندي الملف التبريد اللي هو الكويل اللي بيكون متسبت في الحائط وبيكون يكون في اكتر من كويل داخل الغرفة اللي عند طب ايه بقى الخطوات المتبعة لما باجي جمع لغرف ومخازن التبريد سابقة التجهيس قلنا اول جزئية وهي تسوية الارضية اللي بيقام عليها المغزن او الغرفة عشان هنا اضمن التركيب دون حدوث اي مشاكل اثناء التجميع يبقى انا بعمل عملية تسوية الاول للارضية الموجودة معنا لما باجي عملية تسوية للارضية الموجودة عندنا هنا بابدأ اساوي الارضية بشكل كويس جدا اختار المكان وبعمل معينة المكان كان يصلح ولا ما يصلحش وبعد ما بساوي الارضية بشكل كويس الارضية بقى بتمر بعدة مراحل موجودة معنا مراحل موجودة معايا طيب المراحل اللي انا بساوي بها الارضية دي بابدأ هنا بعد ما بساوي هنا الارضية زي ما قلنا مع بعض بابدأ اصنف الالواح طب الالواح اللي احنا عندنا هنا. بنصنف الالواح ازاي? بيكون في عندي الواح زي ما قلت مع بعض كده يا جماعة. فيه الواح آآ خاصة مسلا بالجدران. بصنف حطها بالقرب بما كان. وفيه الواح تانية بتكون خاصة بيه اللي هو الموجود معايا. آآ دائرة التبديل مسلا بنوجود معايا في السقف. بابدأ برضو اخي زبطها كده معايا. تمام? والالواح اللي موجودة عندنا هنا خاصة بيه السقف. بص كده شوف مع بعض تسوية الارضية هيت. تسوية الارضية. انا بقم عامل الشرط العازي. وبعد كده لما اجي ابني ابدأ اشتغل معايا. نبص كده. اهو. دي اول مرحلة. بعد كده. انا بحط طبقة الفوم العازل. او البولسترين. بعد ما بحط هنا طبقة الفوم العازل. بحط طبقة كمان من نيلون. فيه من متين لخمسمائة مايكرون. السنك بتاعها. السيكنس بتاعها. احط شبكة خطوط مسلا تسليح. ده حديد التسليح. خلاص. ستة ملي مسلا. عشرة ملي. بعد كده بحط طبقة من الخرصانة. من خمسة الخمستاشر سانتي. ده تجهيز الارضية. تجهيز مين? الارضية. بعد ما بحط طبقة من الخرصانة في طبقة من البوتومين. اهي عندي اللوح بوتومين. بحطها برضو فوقها كمان. كل ده وسائل عزل. ثم ممكن هنا احط كمان بلاط بعد كده مزايكو او احط الواح معدنية معزولة تاني. يعني ممكن يكون الارضية بتاعت المغزن الواح معدنية او قواعد. بقوم حاضرة هنا حاجة اسمها قواعد لتثبيت الالواح العزلة. قاعدتين همت. ايدي ده جزء هنا بيكون موجود بكل مسافات. بابدأ استكمل هنا احط الالواح العزلة اللي جاية مرادة من المصلح. موجود معي في اللجناب. ابدأ سبت على الاواعد ديت. زي ما حنشوف كده مع بعض. تمام? لما سبت هنا الجزء ده كده. اللي موجود معنا ده كده. خلاص. بابدأ هنا ابدأ دايرة التبريد او دي الواحدة الخارجية ركبتها. موجود معا في الوحدة والوحدة التحكم. هي بتاعتي. ممكن استكمل هنا بقى الواح السقف كلها بالكامل كده. استكملت اهو الواح السقف اللي عندي. خلاص. مش كده معايا. طيب. عندي برضو الباب هنا بيكون باب عزول من نفس المادة ونفس الموظفات المصنوع منها الالواح. وده بيكون موجود معايا مورد مع الالواح. هنا ابدأ اركب زوايا خارجية. عشان هنا ادعم وادي تقوية للالواح الموجود معايا. مش اي فرق ضغط ولا شوية هوا يفكوا الحاجات دي. ما يكون عندي مقياس هنا لدرجة الحرارة. هيبدأ راكب هنا مقييس ضنجات الحرارة ترمومترات. كيف راكب عندي. لو فتحنا الباب هنا وبصنا هنا. فيه خلى بالكم هنا ستائر هوائية. يعني في احيانا بنحط هنا ستائر عزلة. ما يكون مجموعة من شراحة بلاستيكية. بللي بتكون نازلة كده بالشكل اللي شايفينه ده. وده بتقلل الحرارة او بتقلل هي اللي هو دخول وخروج الهوى من ويلة المغزن اسناها فتح اللي عندي. بيكون هنا برضو اللوك ده الباب ده بيكون مصنع باللوك داخلي لو حصل اي مشكلة وانت جوه المغزن يفتح يفتح لك عادي. تمام? ده هي سبب من الاسباب. تعال نخش هنا جوه المغزن هيت. هنشوف شكل الغرب بعد ما بدأنا اللي هو الانشاء وعملنا الانشاء الموجود معنا. هنبدأ نركب هنا لضاءة اللبات الليد. ودي هتساعدني في ان انا ابدأ اشتغل. وانا بشتغل. تبدأ عملية النارة. تمام? فانا بركب هنا اجهزة النارة من نوع الليد. تمام كده? آآ جينا نبص بعد كده زي ما قلنا مع بعض في اكسسورات بقى موجودة معي الزاوية كده بتكون موجودة في الجنب. منها بتدي تقوية? منهم انه بتدي ديكور لداخل المكان. بابدأ هنا اركب هنا الوحدة الداخلية. اللي هي ممكن تكون فانا واحدة او اتنين او تلات فانات زي دي كده. مراوح. ودي واحدة داخلية اللي موجود معي. ودي بتتناسب بقى مع حجم الغرفة ونوع المنتج اللي انا عايزه. يعني ممكن اركب اكتر من واحدة واحدة بس. فانا اتنين. بدي اركب هنا الحوامل بقى الايه? الموجودة عندي. تمام? اركب عندي الحوامل والحوامل دي ات ممكن تكون حوامل او مطلية او آآ مثلا موجودة عندي حسب الارفوف اللي بركب على الايه? الغرف او المخازن اللي عندي وتكون مرصوصة بشكل جيد عندي. تمام? طيب. احنا كده تعرفنا على الجزء الخاص بعملية هنا اللي هي او الشكل العام للغرفة او ازاي ممكن بجمعها من البداية. بسوي الارضية زي ما قلنا مع بعض ازاي? سويناها. عشان اضمن نتكون الالواح متركبة بشكل جيد. تمام? تاني جزئية الحد بتكلم على هنا. مبدأ هنا. اصالنا في الالواح وحطها قرب من المخزن. اصالنا في الالواح اللي هي الحيطان لوحدها والاسقف لوحدها لو في ارضيات كمان بالواحدة. حسب نوع. زي ما قلنا ممكن الارضيات دي ممكن نركبها الواح بتكون معزولة كمان معمول حسابها. او ممكن نركبها ببلاط مزايكو. او ببلاط زي ما بس لازم يمر بالمراحل اللي احنا وضحناها في الفيديو السابق. تمام? ان انا بابدأ هنا اساوي. احط طبقة مسلا عندي في طبقة مسلا بوتومين. في طبقة من طبقة النيلون. في طبقة الفوم. في طبقة العازل. في الخرصانة. في الشبكة الحديد. كل المكونات دي بنحطها بالترتيب اللي اتفرجنا عليه في الفيديو. ولكن في بعض الوقات احنا بريح دماغنا بالكلام ده كله. وانت بتعمل ايه? انا بابدأ اجهز الارضية وسواها بشكل جيد. وبيكون جايب معايا الواح معزولة بشكل يا كمان. او معزولة بشكل جيد للارضيات عني. صنفت بدت جمعت هنا الواح الارضية مع بعضها بوسط اقفال سريعة. هنا بجمع هنا حوائط المغزن بحيس تبدأ بجمع ركنة ولوح من كل جانب. يعني كل زاوية كده. ركنة كده معها. معها لوح. في الاربع لجناب. وبعد كده بستمر عشان اكمل باقي الايه? الالواح. ثم بجمع هلاء الجوارب مع الارضية بوسط اقفال ايه سريعة. ببدأ اركب كل لوح ده بقى من الالواح دي. اركب بقى واقف اللي بتبقى كون موجودة معنا. هاريكم شكل اللي افال دلوقتي. تمام? طيب. ده شكل خطوات موجودة معنا زي ما قلنا هوات مع بعض. في البداية الامر خالص. انت بتبدأ الارضية ترصها. وتبدأ زي ما قلنا الارضية. ثم بتبدأ تاخد لوح. وتبدأ تجمع. بعد ما بتجمع الحوائط كلها بالكامل. تركب الايه? الاسقف. زي ما شايفين كده مع بعض. ثم بتركب الباب اللي موجود عندنا. طيب. الخطة اللي بعد كده بنجمع بقى الواح السقف. اللي موجودة لنهاية السقف مع الحيطة. وبنستمر في تجميع الواح السقف. بعد كده بنحكم اللي هو قفل جميع الفواصل الواح باستخدام طبعا معجون سيليكون معجون سيليكون خلي بالكم مش معجون حديد. يعني انا بقى في الفواصل اللي بتكون موجودة عندي ما بين الواح عندي بمعجون مين سيليكون. طب. بعد كده بركب وحدة التكسيف اللي هي الوحدة الخارجية دي بتبقى خلف المخزن او بجوار المخزن. انا ممكن اعملها في شكل حسب لو جنب المخزن في بجوار المخزن مفيش مكان او فيش مش مشغول ممكن احطها بجوار المخزن خلاص. او خلف المخزن بحيس ان هي بتكونش باينة او اكثر ما تكونش عرضة لحد ان ايه اتلاعوا فيها او الاصطدام اسناء دخول العربات او لوناش داخل المغزن. طيب بتثبت هنا وحدة المبخر او مجموعة المبخرات داخل الغرفة انا اطلوك هنا بتتوقف مبخر او اكتر من مبخر على حسب درجة حرارة المنتج المطلوبة الدقيقة وكمية المواد الغزائية اللي هيتم متأخذها ووجودها في داخل المغزن الدقيقة وحجم المغزن نفسه. هنا بعد كده بس تكمل بقى توصيلات المواسير اللي تبقى ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية اللي هي مواسير دارة التبريد. وببدأ اركب هنا اجهز القياس وصمامات التمدد والانتشار اللي عندي. يعني ده هنا رسم هنا بيوضح الاجزاء الداخلية هو. ان شكل اللي هو المبخر اللي موجود معنا. تمام? وده اللي هو جهاز التمدد اللي موجود معنا هنا. وده يلحو التحكم كده تبقى موجودة. ومع قيص مختلفة لدرجة الحرارة والضغط في بعض الاجزاء اللي عندي. وبيبين هنا حركة الهوى المروح بتسحب الهوى ازاي? وبتبدأ تدفعه مرة تانية ازاي? مروح بتسحب الهوى من اسفل. يعد على منتجات هوا بارد. ياخد الحرارة وبتبدأ الحرارة التفع تاني الاعلى. يخش المبخر تاني يبرد وهكزا. وتستمر هنا دورات اللي هو تبديد الهواء الجابري. طيب? طيب. خطوة اللي بعد كده انا بركب هنا مسورة تصريف المياه المتكاسفة من الغرف. ومياه التنظيف والغسيل. خلصت ركبت الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ووصلت ما بينهم المواسير. اشوف فقا مصورة الماء المتكاسف ومصورة الغسيل اللي هي بتوجود الصرف اللي موجود معي. وابدأ اركبهم هما كمان. ابدأ اجهز الوصلات الكهربية اللي لازمة بعد ما بسبت كنترول بنا اللي هي لوحة التحكم اللي موجودة معي. يعني بابدأ اركب لوحة التحكم. سواء كنت ركيبة برضو بالجنب بتبقى بجوار الباب في بعض الاوقات. جوار الباب بتاع المخزن. تمام? ركب اللي واحة وبتقى اوصل التوصلات الكهربية الخاصة اللي عندي. طيب. ممكن احيانا في بعض الدورات او بعض دوار التبقيب بتيجي جاهزة. تمام? يعني انت بتبدأ تركب معي بتكون الضغط والمكاسف وده التبقيب كلها مكتملة مع بعضها. بيتم تركيبها بشكل معين. معلق بس تبقى غالبا معلقة لوحدة الخارجية. في دوار التبريد بتبقى الاجزاء جاي متفككة. يعني بركب لوحدة خارجية لوحدة والداخلية لوحدة وبوصل الوصلات. وببدأ افرغ الدايرة واشحن الدايرة واختبر التسريب اللي موجود معنا. وبعد كده ببدأ هنا اشغل دايرة التبريد واقفل الباب بتاعي واختبر عمل ايه? الدايرة او الدورة بتاعتي. اللي عندي. دي عبار عن ايه? طيب. بشوف شكل ده? ده بيوضح هوات شكل اللوح ومكونات اللوح العازل. يعني احنا قلنا هنا الطبقتين اتنين سطح ده من الالمونيوم او الصلب الازل اياز ده. ومن اسفل نفس الكلام. ما بينهم مادة اللي لسان الرغوي ديت. تمام? ودي هنا الصنق ده قلنا بتوقف على حفر ادرجات الحرارة. اللي موجود عندي درجة الحرارة داخل المغزن عايزها ادي ايه? تمام? وهي هنا في اللجناب هنا دي الحفات ديت دي لسنة ومشقبيات. لسان ومشقبية زي بتاع الدولاب كده او بتاع مثلا بعض الابواب. ولكن هنا بتقول الابفال سريعة. حيتم هنا لف هنا اللسان ده بشكل معين بعد عملية الايه? التجميع. تمام? يبقى ده شكل اهوك بيوضح معايا اللي هو الالواح اللي بتكون جاهزة بتكون عبارة عن ايه? سمونا لوحين اتنين من مادة صلبة. بينهم مادة عازل مادة الارسان الرغوي. ومجموعة يالسنة ومشقبيات تمثل اقفال ايه? اقفال سريعة. طيب. يبقى برضو عد شكل المبخرة هو ده شكل الانفبروت اللي موجود داخل الغرفة او داخل المغزن. ودي مصورة او الصرف الماء المتكاسف. وحواليها الشريط السخنات اللي احنا لفينه ده. واللي بيمنع تجمد الماء المتكاسف اللي موجود داخل الانبيب. واللي بيعوق تسريف الماء للخارج. واللي ممكن يعملي ابو السلاي فيه مية بتتساقط داخل الغرفة. وبتكون تعبقات تلجي. فبتأثر بيكون عازل انتقال ايه الحرارة. وتسبب لي بعض المشكلات. لو جينا بصينا برضو هو ده لوحة التحكم. واللي احنا قلنا خلي بالكم. احنا انا عندي حوالين اطار الباب. بيكون فيه شريط سخنات. موجود معي. وده شريط سخنات بيعمل عند جهد مخفض. وطالما جهد مخفض لازم يكون فيه معي ترانسفورمر محول. اللي هو بيحول عندك الجهد اللي انت بتشتغل به ميتين وعشرين وتلتمية وتمانين. الى الجهد اللي بيعمل بيه الايه? السخنات اللي عندي. تمام? فكل ده برضو بيكون من خلال مش اتصال مباشر ولكن خلال لوحة التحكم موجودة عني. يبقى ده شكل اهو بيوضح اهوك. ادي الباب وشريط السخنات اللي بيكون حوالين الباب. اللي بيمنع تجمد البخار على السطح او حوالي حواف الباب. واللي بعد كده باب ده يفتح باب بيكون صعب جدا. وده احنا بنلمسه في التلاجات العادية اللي هي دي فروست. لما تيجي تفتح باب الفريزر تيجي تبص تلاقي باب الفريزر جميل جدا مش رضي يفتح. اللي حصل ايه? اللي حصل ان في باب الفريزر الموجود معك ده ان انت دلوقتي بدأت ان انت تفتح باب الفريزر. فيبيبدأ الهواء يخش. الهواء ده محمل ببخار المية. بخار المية لما بيقابل سطح بارد درجة حرارة الندل واقل من درجة حرارة الندل الهواء. بيبدأ البخار ده يتكسف على الجدران اللي قدر يدخل اللين للباب. بنحفل باب الفريزر تاني. لما بيقابل باب الفريزر تاني. الماء اللي تكسف دي تتحاول لتلج. التلج بيكون على الجسم ماسك ما بين جسم التلاجة نفسه وجسم الباب. فبيبقى مادة صلبة قوية ما بينه. تيجي تفتح تشد الباب تلاقي الباب قوي جدا. يعني صعب جدا. وبتضطر في الحالة دي. لو انت لقيت بالشكل ده كده. يعني انت ما تتعفعش عليه لانه ممكن تكسرها وتكسر المفصلة اللي موجودة معاه. لا. سيب التلاجة افسر التلاجة فترة من زمنية. لغاية لما التلاجة بيفك. ويبدأ حيفك معك ويفتح ويشتغل بطريقة عادية خالص. وخاصة زي ما قلتوكم التلاجات الديفروست اللي فيها المشكلة دي. مشكلة دي بقى انها اللي وعالها. وبيتم الوعي لها بعد كده. في التلاجات الديفروست بقى يتحط هنا شريط مسخنات او في عندي مواسير مثلا خط غاز ساخن حوالين الاطار بتاع الباب ده. فبالتالي بيمنع تكاسف اللي هو بخار الميا اصلا. فبالتالي مش هيمنع التجمد وكيون العملية ايه? سهل. فاحنا عندنا هنا في غرف التبريد. احنا برضو تكون درجات حرام خفضة جدا. بتبنى بيكون درجات حرام ممكن تتجمد. تمام? فبالتالي انا اه عرضا الباب بيفتح خش ياخد منتجات او وظيف منتجات ابخرة بتتكاسف على السطح الداخلي. هتتحول لتلج. التلج اجا افتح الباب هيبقى في صعوبة في فتح الباب وتعمل لي مشكلة. فعشان كنا احنا بنعمل خلي دايما اطار الباب ده الى حد الماء دافي درجة حرطه خلاص ما تخليش بخار المية اللي داخل ده يتكسف على سطح اطار الباب اللي عندي. حتى لو دخل بخار المية مش هيكسف على حل الباب. ممكن يتكسف على اي سطح من الاصلح الداخلية وكون تلجي مش هيكون مشكلته زي مشكلة الباب ولانا بحتاجه عشان افتح واقفل الوحدة اللي عندي او الغرفة اللي عندي. طيب. النهاردة هنبدأ بقى نتكلم مع بعض. هتشوف مؤيسة بقى فعلية. ازاي انا لو عندي هنا غرفة تبريد او عندي غرفة بين البداية خالص ايه المواصفات اللي ممكن الراجل بيوردها بس فينو بعض النقاط لازم نخلي بالنا منها. ايه النقاط اللي بتخلي بالك منها? وانت بتشغل مع الكلام ده مع المؤيسات دي. اول حاجة ان فيه بعض المكونات ممكن ما نذكر ليش في المؤيسة. فانا بعتبرها ان تم توريدها مع المكونات اللي عندي. لان احنا نخلي بالك و احنا بتعامل مع مؤيسات تركيب. مؤيسات ايه? تركيب. واغلبية مؤيسات اللي هن عندي تركيب دي بتكون شركات تم توريد اللي هي المكونات اللي عندي. وانت ممكن انت بتروح هنا بس مختص بعملية مين تركيب. فانت هتعمل مؤيسة لتركيب. ولكن فيه بعض الخامات وبعض المواد انت بتستخدمها في عملية تركيب. فانت برضو بتشتريها. ازا هيكون عندي جدوى الخامات. وعندي ممكن فيه بعض الخامات محتاجة احسابها. تمام? فانا النهاردة مايكون عندك بعض خمات كن عارف الاسعار بتاعتها وفي خمات لو ما ذكرتش فانا بعتبرها من الخمات اللي ايه اللي تم توليدها من قبل مع مكونات الوحدة اللي عنتي. يعني ممكن يجلب لك مسلا مخزن تبديد. تم توليد الالواح بتاعته من الشركة الخارجية اتوردت القصل من شركة ثانية. وفي نفس الوقت مسلا معي دايرة التبريد الوحدة الداخلية والوحدة الخلاجية خلاص. وما اذكرش مسلا المواسير اللي ما بين الاتنين. او ما اذكرش سعر للمواسير اللي مسلا بتوصل ما بين خاصة داري تبيد ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الايه الخارجية. فانا بعتبر المواسير دي تم توريدها من قبل. يعني هو ما اذكرهاش بس هي لأ انا هستخدمها في التركيب. يعني انا كده كده هركب المواسير. طب المواسير اللي هركبها دي. انت ما ما زوتريش سعرها كام? خلاص انا اعتبرها ان من ضمن السعر الوحدة اللي موجود معي. لكن كخطوات عمل هشتغل عليها. هتاخد وقت في التركيب. هاخد وقت في التركيب. خلاص هتحسب على الوقت ده هتحسب على الوقت ده. تمام? فبالتالي انت النهاردة لو قال لي اي مكون من مكونات الموجودة عندي في المؤيسة واللي انا عارف ان هي موجودة داخل غرف التبريد او غرف التجميد وما ذكرش لها سعر انا اعتبرها ان تم توريدها من قبل وضمن الايه مكونات الوحدة اللي عندي. اي مكون هيذكر له سعر تمام? اي مكون هيذكر له سعر معي فهيتم وضعه عندي في جدوى المئين الخامات ومن ضمن حسابات المؤيسة بتاعتي. في نوع تبضه في منتهى الاهمية نخلي بالنا منها غرف التبريد ما بيتمش تجمعها في مكانه ويجي تركيبها. لا. غرف التبريد والتجميد دي بيتم تجمعها في مكان عملها مباشرة. يعني احنا صحيحة الالواح هي اللي بيتم تصنعها في بعض مصانع خارجي. تمام? وبعد كده الدائر التبريد بيرضو بيتم تصنعها. انما عملية التجميع والتركيب لازم تجتم في موقع العمل. يعني انا ما بجيبش غرفة جهزة بالكامل كده من قلب المصنع وقوم حتى تطهالك. لا. دي بتتشكل حسب طبيعة المكان وعلى المكان وعلى وضع المكان. وبيبقى بتجهز لها بيقى اشكبها وضع كبير جدا. او بمعنى اصح بخطوات سابقة كتير جدا. تمام? فبالتالي انا النهاردة محتاج ان انا اتعرف على ايه دلوقتي? على عناصر اللي هستقدمها في عمية المؤيسة. ازاي اصرد من المؤيسة اللي عندي دي اطلع الخامات المستخدمة ايه? وبعد ما اطلع الخامات دي احسب اجمال الخامات اللي عندي دي هيكون كام? وبعد كده هبدأ اشوف الزمن اللي انا هستغرقه في عملية التركيب قد ايه? والزمن ده هيتوقف على الخطوات الفنية اللي انا اكون فاهم ازاي انا هركب ايه وايه الخطوات اللي هركبها والحاجات اللي هركب فيها الوحدة الغيت لما جمع الوحدة في شكلها النهائي خلاص? وتبقى جاهزة للعمل. تمام? هحسب الزمن بتاعي وبناء عن الزمن بتاعي دي بعد ما حسبت. خلاص قد احدد كمان اجور العمال اللي عندي هيكون واحد كل واحدة قد ايه? لان اجور العمال بتعتمد من الدرجة الاولى على اللي هو اللي هو زمن التجليل او زمن عند زمن مؤيسة. تمام? بحسب اجور العمال وبضيفه عليها بعد كده. اللي هو اتمن الخامات وبعد كده بطلع بالتكلفة الاولية. لو كان عندي تكلف غير مباشرة بضفهم معاهم اجيب تكلفة الكلية. واشوف مقدار الربح اللي عندي اللي انا محدده او اللي الشركة بتاعتي بتحدده. تمام? اضيفه كمان فاجيبي التكلفة النهائية للمؤيسة. تعالوا كده نشوف مؤيسة كده مع بعض من الالف للياء ونبص معنا على غرفة التبريد. بقول ليه طلب احد العملاء خلاص تجميعا. مكونات غرف التبريد سابقة التجهيز. تم توريد الالواح الخاصة بالارضية والسقف والجدران مجهزة باقفال خاصة بها. وكذلك تم توريد وحدة التكسيف والمبخر واجهزة القياس والتحكم. ازا دلوقتي الالواح والابواب والاسقف والارضيات وكمان داية التبريد واجهزة التحكم تم توريدها. خلاص? ولم يتم او لم تورد باقي الاحتياجات. دي بقى دي حاجات اللي احنا هنبقى نحسبها و هنضفها عنده بجدول الخامات اللازمة لاستكمال تجميع وتشغيل الغرفة. والمطلوب عمل مؤيسة التكاليف النهائية ازا علمت ان اول حاجة تمن معجون السيليكون والشريط التغطية للفواصل ما بين الواحد ده ميتين جنيه. تمام? طب تمن مواسير النحاس اللازمة لتجميع مكونات دائرة التبريد ما اذكرش هنا تمن مواسير او اذكر تمن مواسير ازا دي ما تمش توريدها. خلاص? مأسات مختلفة بتلتبية وخمسين جنيه. تمن وسيط التبريد اللازم لشحن دائرة التبريد للغرفة خلاص ميتين وعشرين جنيه. بقى اصطادي منا في يون اللي هاش حبي الدورة ميتين وعشرين جنيه. طبعا احنا قلنا قبل كده الاسعار دي بتتوقف حسب مين? حسب الفترة الزمنية اللي بتبقى عمل في المؤيسة. يعني ممكن تكون الاسعار دي اسعار قديمة جدا. خلاص انه قد يكون في وقت فترة حالية اسعار وسيط التبريد اكتر من كده بكتير. خلاص المواسير بالمقاسات المختلفة بمكن تكون اكتر من كده. ولكن الاسعار هنا تقتريا تبقى الواقع السوق. اقتر الواقع مين? السوق اللي عندي. طيب. طبعا هنا لوحدة التوزيع او لوحدة التحكم من اللي موجودة معي هنا بتبقى اربع تلاف جنيه. تمام? تم الاسلاك التوصيل اللازمة لعمل التوصيلات الكهربية ميتين وخمسين جنيه. يبقى الاسلاك ميتين وخمسين جنيه. هنا اللوحة اربع تلاف جنيه. الواقعها بميتين وعشرين جنيه. خلاص المواسير اللي هتوصل مع بين الوقتين ثنتمائة وخمسين جنيه. بعدك تمن معجون السيليكون او شريط التغطية بتين جنيه طيب اجر العامل الفني عشرين جنيه في الساعة والعامل المساعد اتناشر جنيه في الساعة التكاليف الغير مباشرة انا قلت لو ما الدهنيش بحسبها مية وخمسين في المية من اجور وعمال طيب الدهاني قال لي هحسبها عشرة في المية من التكاليف الاولي خلاص هلتزم بالله دوني طيب والارباح برضو مدوني هنحسب عشرة في المية من التكاليف الايه الكلية عشرة في المية من التكاليف الكلية زي ما قلت لكم انا خلي بالنا ابص معي هنا ملحوظة هنا عملية هنا انجاز العمل في موقع تركيب وتشغيل غرفة تبريد نفسها. تمام? وكمان هكون عامل حسابي طالما ما ما ذكرش. ان هي خطوات خاصة بالارضية. قال لي كمال في المؤيسة خلي بالك. دي ملحوظة بيتم هنا بعض حاجات بتضاف في المؤيسة. ان الشغل حيتم في مكان العمل. والارضية اللي حركب على هالغرفة دي اصلا مجهزة بالامكانيات المطلوبة بالطراع الفنية. يعني الخطوات اللي اتفرجنا على في الفيديو دي اصلا انا انا جيت لقيت الحاجات دي جاهزة. الارضية دي جاهزة. تم عزلها تم تسوياتها وعزلها وتسلحها وتركيب المسلا كانت بلطات او الالواح حسب الحاجة اللي موجودة معي. طيب تعالوا بشوف الاول انا تمن الخامات. لو لاحظنا من الخامات اللي كانت موجودة عندي في المؤيسة هنا ان مفيش ولا خام حيتم يحسابها. يعني مسلا ما قليش انا محتاج مسلا خمس آآ علم مسلا معجون سيليكون والعلبة مسلا بعشرة جنيه فكت محتاج ان انا احسابهم في الاول. خلاص? ما كنت محتاج ان احسابهم ايه في الاول? ولكن انا هنا خلاص وهم يديني اسعار عناصر او مسعار جزئيات بشكل مباشر. قال لي معجون السيليكون والشريط اللي هغطي بيه بمتين جنيه. طيب مواسير النحاس المختلفة والمجتملات بتاعتها بتلتمية وخمسين جنيه. طيب وسيط التبليد اللي هستضمه في الشحن متين وعشرين جنيه. لوحة توزيع القوة الكهربية والمجتملات بتاعتها وعناصر التحكم والاجلسة القياسة المتوصلة بيها دي اربعة تلاف جنيه. طب اسلاك التوصيل اللي هوصل بها ما بين المكونات الدائرة الكهربية دي بميتين وخمسين جنيه. ده هنا جمعت الميتين زائد التلتمية وخمسين زائد الميتين وعشرين. اربعة تلاف. والميتين وخمسين هيديني مبلغ اجمالي تمن الخامات خمس تلاف وعشرين جنيه. خمس تلاف وايه? وعشرين جنيه. ده اجمال الخامات الخاصة بالمئيسة. دي اول خطوة عندي. هاهم عامل جدوى الحساب التمن الخامات. وزي ما قلت لكم بنفس التصطيف في شكل اللي عندي ده مسلسل الصنف. بعد كده التمن وحط الملاحظات. في الملاحظات دي ممكن اوضح بعض اجزاء انا حسبت المبلغ ده بناء عن ايه? او ده بناء عن كزا. زي ما باجه احسب بالتكاليف المباشرة اعمل المعادلة بتاعت هنا وطلع الناتج بتاعها وامرك احطوا هنا في التمن بشكل ايه? مباشر. طيب الجزئية التانية اللي عندي. قلنا دلوقتي عشان اعمل الكلام ده محتاج احسب زمن العملية. احسب زمن مين? العملية. زمن العملية اللي عندي بيتوقف على خطوات الفنية لعملية التركيب. وانما هنا الازمينة التقطرية زي ما اتفقنا قبل كده في حلقات سابقة ان احنا قلنا ان الزمن هنا بيتوقف على كفاة الفني خلاص اللي هيقوم بعملية التركيب خلاص. وفي نفس الوقت هنا المميزات او اللي هي المعدات كفاءة المعدات والالات اللي بيستخدمها ومدى التقنية اللي بيستخدمها عنده. طيب اول نقطة عندي ايه? اول خطوة عندي لما بروح عندي مغزم وبص على الارضة. الارضة هي معمولة قبل كده. فلازم اعين المكان الاول قبل ما جمع خلاص دائرة التبريد. وشوف مدى انها صلاحية المكان من عدمه في انتاج ان انا اقول هنا دي ينفع يبقى غرفة يتعمل هنا غرفة ولا لا? يبقى اول خطوة عندي بعمل معينة مين? ليه? المكان اللي هجمع فوق مين دائرة التبريد. تاني خطوة لقيت المكان خلاص تمام? بابدأ بقى افرز الالواح اللي جاية متوردة من مصنع. اطلع الالواح بتاعة الحيطان لوحدها. واللواح الارضة لوحدها. والسفل ايه? للوحده. بعد هنا ما بفرز الالواح كمان الالواح دي يبتقى احيانا جاية متركمة. يعني بيكون عندك اللوح واحد اتنين تلاتة جاي بترخيم معين كده بيوجود معين. فانا بابدأ ارسوهم في الاماكن اللي انا اقرب مكان هيتم تركيب اللوح ده فيه. خطوة لبعد كده هابدأ اجمع الواح الارضية مع بعضها. خلاص في المكان اللي هو مخصص لها في الغرفة. وده هيستارك معايا تقريبا ساعة ونص. وقال هنا عملية الفرز والتصنيف ديت خلاص ووضع الحاجات دي في كل حد جزء في مكانه. ده يستارك مسلا ساعتين. والمعينة المكان من كل الحاجات انت معينة دي بتشمل اختبارات. يعني مش هقول بس حاجات عينها بعيني كده. فيه جزئية في بعض الحاجات ممكن نعمل اختبار للارضية. اختبار مسلا الطرب اختبار مسلا فيه جزء. فبياخد معينة على اقل ايه? ساعة. تمام? يبقى عملنا معينة. فرزنا الارواح. بدأنا خلاص عشان ابدأ بقى بركن. وابدأ اركب مع لوح. فكل زاوية كده احط ركن واعمل ايه? لوح. تمام? وده بيستغرق تقريبا ايه? ساعتين. بعد كده بجمع هنا الواح السقف. بابدأ برضو هنا بالبدء بتثبيت لوح نهاية السقف. ثم باستكمل باقي الواح مع الجدران اللي موجودة عندي. وما انساش ان انا النهاردة كل الواح دي بيتم هنا بعد ما بجمع مسلا لوح مع الارضية بقى في القفل السريع اللي موجود معي. خلاص? بيقى مسلا لقمة على الان كيه كده. بتنزل بين خلال فتحة صغيرة. بتنزل على مساك. تحرك اللسان. اللسان يقوم داخل في المشقبية. معاشق جزئين لتنين مع بعض. فبتالي بيقفل ايه? الجزء اللي عنده. تمام? وده بيستغر زي ما قلنا معاولي تقريبا ساعة برضو ونص. بابدأ اي فواصل ما بين الالواح في الارضية او الجدران او الاسقف. بابدأ اقفلها من خلال باستخدام معجون الحديد. طبعا معجون الحديد ممكن في بعض دوقات بيبقى باين في بعض دوقات. فانا ممكن بعد كده بغطيه. بيشريت كده الامونيوم او شريت عندي تغطية. بيبقى زي كده. بيبقى منه بيغطي المعجون وبرده بيبقى جزء تاني عشان يمنع التصرب بشكل اكبر عندي. تمام? بعد كده ببدأ اثبت وحدة التكسيف في المكان المجهز له. تثبتها بشكل كويس. وحدة التكسيف. وده بيستغرق تاييبا وكمان ساعة. تمام? بعد كده ابدأ اركب وحدة المبخر داخل حيزة غرفة. بسبتها بقى. بسبت مسلا عندي بحدة المكان بالزبط. وازبط الميول بتاعته. وازبط مسلا الاتزام بتاعه باستخدام ميزان المياه. ابدأ باستخدام الشنورة. اثبت الاماكن بتاع المسامير. وابدأ اعلق الوحدة عليها. وابدأ بشكل جيد. واعمل الفتحات اللي موجودة في اللوحة واللي هيتم من خلالها امرار. اللي هي مواسير الصرف الماء المتكاسف. والباور الخاص بيه المراوح الخاصة بيه الفيبراتور. تمام? بابدأ زي ما قلنا مع بعض الخطوة اللي بعد كده. اهو اعمل توصيلات مواسير دي للتبريد. واللي بتوصل ما بين بقى الوحدة الخارجية والوحدة الايه الداخلية. ولو في اي جهاز او تحكم ما بين الاتنين بابدأ لكيب. هركب بعد كده لوحة توزيع القوة الكهربية اللي عندي. خلاص. والتوصيلات الكهربية الخاصة بيها. بعد كده هبدأ افرى غداية التبريد الغرفة واشحن داية التبريد واختبر التنفيذ. ثم بقفل باب الغرفة وبقف ركب الباب واقفله. وابدأ اشغل الدايرة واختبر عمل من? الدايرة. طبعا هنا والزمن هنا الاجمالي تلاتة وعشرين ساعة. انا الخطوات الفنية انا ببدأ هنا كل الخطوات اللي فاتت دي اللي احنا شفناها كده مع بعض كالخطوات. انا لازم اقول الاول اكون فهمها وعارف ان انت سلسل منطق وده الترتيب اللي حيتم. قد يكون الزمن اللي محتوى ده زمن تقديري. ممكن سيادة الكهربية تعملوه في زمن اقل. وواحد تاني يعملو في زمن مسلا اكبر. خلاص? وده هيفرز زي ما قلنا مع بعض بكفاءة الفني ومدى ترتيبه للشغل. يعني فيه فن زي ما قلنا لو مرت مجموعة الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها بالترتيب صح? ان عمل معينة للمكان. لانه ممكن بعد ما اعمل وراكب بعد حاجاتها بص لايه فيه مشكلة فيه ميوبل فيه حاجة. قفلت اللي ارجع افكي تاني فانا استبرقتها تطول. فانا النهاردة بعمل معينتي. اصنف الواحي. بعد ما بصنف الواحي احط الواحي الارضية وقفلها مثلا كويس. فابدأ اركب الواحي المسلا الحيطان في الزواية بالاركانة. ابدأ بركن عشان يبقى الركن معي. بدي عصب مع لوح كل زاوية. بعدك بستكمل باقي الالواح. ابدأ احط مثلا الواحي في نهاية مثلا الساف مع الحائط. اثبته بعدك بستكمل مثلا بقى الالواح. ركبت الالواح وعملت السندوق الموجود معايا. ببدأ بقى الواحدة الخارجية اثبتها في المكان بتاعها. والواحدة الداخلية اثبتها في المكان بتاعها. وبعد كده اوصل التوصلات اللي هي خاصة بالمواسير ما بين الاتنين والمواسير التبريد اللي عندي. اثبت عناصر التحكم ولوحة التحكم اللي موجودة واجهة القياس اللي عندي. اوصل مواسير الصرف اللي هي بتكون متكاسف او الصرف الخاص بالغسيل. تمام? وابدأ بعد كده ابدأ اشحن دائرة التبريد وخلص افرق دائرة التبريد واشحنها مرة تانية وبختبر الدائرة وابدأ اشغل بعد الاختبار واشوف الدورة بتاعته انا اهمين ان انت تكون عارف خطوات دي وبماشي بالتسلسل اللي احنا بتكلم بي ده ان التسلسل منطقي هيخليك انك تنفز الحاجة في وقت قليل وفي وقت قليل ده بيكون وقت قياسي بيكون لحد ما في بعض الاماكن في بعض الاماكن مهم انا ممكن مهمنيش النهاردة اجا اقول لك ان عايز غرفة في يومين او غرفة تعملها لي في يومين وباي سعر فانت النهاردة مش هامك ممكن يكون عامل الوقت مهم جدا مع العميل تمام فانت النهاردة ما تجيش تبص لو انت رتبت شغلك صح هتاخد وقت قليل في عملية التنفيذ طب لو انت رتبت بشكل غير صحيح او بشكل مسلا عشوائي هتاخد مية في المية مهما كنت حتى فني كويس في التركيب هتاخد وقت اطول اتاخد وقت ايه? اطول تمام? فعمل الوقت مهم جدا لما بيجي نحسب اجور العمال والناس اللي بتشتغل معاني تمام? بعد كده انا بوزع بقى الازمنة دي انا ببدأ اقدرها بقى يعني انا الجدول اللي احنا اتكلمنا في دي انا ببدأ اكتب الازمنة دي وابدأ اوزعها بشكل تأديري حسب الايه? حسب انا بشوف الوقت ده عندي بياخد وقت قد ايه? طبعا اللي بيقدر الحاجات دي الناس اشتغلت بالفعل يعني لازم انا ما اقدرش النهاردة اقول دي تاخد لها ساعة دي تاخد لها ساعتين مين اهل الكلام ده? انا ممكن اكون معايا جهاز اختبار تنفيس او مسلا بختبر مسلا يا جامعة تسريب اخد ساعة لوحده في اختبار تسريب تمام? واخده في واحدة ياخد ساعتين اه حسب كفاءتك برضو في عمالية التواصلات والاعداد الواصلات اللي انت بتشتغل به فبالتالي انت بتاخد وقت طويل جدا خلاص في واحد ياخد وقت قصير جدا لا ده موضوع اللي لازم يكون فيه تفاوت فيه دقة لكلنا التزامنا بخطوات مرتبة ترتيب منطقي هنحصل على الهدف او نوصل الهدف المطلوب خلاص بقى على كفاءة ممكنة طيب انت دلوقتي رتبت خطواتك بعد ابدأ اوزع الازمنة الاجمال الزمن اللي حسبناه في المواسطة في حدود تلاتة وعشرين ايه? تلاتة وعشرين ساعة تمام? التلاتة وعشرين ساعة اللي موجودين معايا بقى تعالى بقى هنبدأ نجمع بقى معنا ابدأ احسب بقى اجور العمال بتاعتي وكمل الجزء اللي عندي تعالوا شوف كده معايا بقى اجور العمال اللي عندي دي هنحسبها ازاي انا عارف ان اجر العامل بيساوي زمن العملية في اجر العامل في الساعة تمام? طب انا عندي العامل الفني بياخد عشرين جنيه في الساعة طب انا عندي الزمن كان تلاتة وعشرين ساعة يبقى شفت الزمن بتاعي 23 ساعة في الـ 20 جنيه تريد معي 460 جنيه ده أجر العمل من الفني إنما العمل المساعد العمل المساعد بتاعي بياخد 12 جنيه في الساعة وأنا عندي 23 ساعة زمن العملية يبقى الـ 12 في 23 بـ 276 جنيه هجيب إجمالي أجور العمال هجمع أجر العمل الفني وأجر العمل المساعد اللي هو 460 جنيه زائد 276 جنيه هيديني 736 جنيه ده إجمالي أجور العمال أبدأ بروح الخطوة اللي بعد كده وهي جدول التكاليف النهاية التكاليف النهاية أبدأ بقى الأجزاء اللي أخدتها في الخطوات السابقة أحيطها كلها في قلب مين الجدول ده نجي الأول جزئية هنا 8 الخمات حسبناه هنا في الجدول الأول خلاص كان إجمالي 8 الخمات 5020 جنيه طب أجور عمال في الخطوة السابق يستجبنها 736 جنيه لو جمعت 8 الخمات على أجور عمال بيجيب التكاليف الأولية اللي هي 10656 جنيه طب التكاليف الغير مباشر قال لي ده هنا 10% من التكاليف الأولية ليبقى التكاليف الغير مباشر بتبع 10% من التكاليف الثال LY وهو ده نسيغة كده في قلب المسألة يعني أنا حسب المسألة اللي أدامي وحسب المؤيسة اللي أدامي خلاص ده بالاتفاق هشوف أنا هنا أشوف 10% من التكاليف الأولية من 5756 هيديني الناتق بتاعي 575 60 أرش تمام؟ سمية خمسة وسبعين وستين ايه وستين ارش طيب اجمع الخمسة ومية خمسة وسبعين وستين ارش مع اللي هو السبع خمسة الاف سبع ومية خلاص ستة وخمسين جنيه هلأ التكاليف اللي هي عندي الكلية ستة الاف تلتمية واحد وتلاتين جنيه وستين ارش ستة الاف تلتمية واحد وتلاتين جنيه وستين ايه وستين ارش طيب الارباح بتاعتي كم؟ عشرة في المية من التكاليف الكلية عشرة في المية من التكليف الكلية اللي هي عند العقدرابة هنا ستة تلاف تلاتمية واحد وتلاتين ستة ارش في عشرة عالمية هيدين هنا ستة ستمية تلاتة وتلاتين جنيه ستة اشر ارش. طيب اجمع بقى التكليف الكلية على الارباح هيديني التكلفة النهائية للمؤيسة اللي ستة تلاف تسعمية اربعة وستين جنيه خلاص ستة وسبعين ارش. ودي تكلفة الايه المؤيسة. طيب ده كان مثال تطبيق خلاص ليه الغرف اللي موجود معي وازاي ممكن احسب مؤيسة لغرف التبريد او مخازن تبريد. خلال الحلقة احنا بدأنا نتطرق ونتكلم على عدة عناصر مهمة جدا في غرف التبريد. قلنا الغرف دية بتستخدم في ايه? عشان احفظ فيه خلالها المواد الغذائية او بعض المنتجات بشكل عام خلاص مبردة او مجمدة خلال فترات قريبة او فترات وصيرة او فترات طويلة. تمام? طيب ده الغرف الموجودة معي. الغرف ديه فيه انواح ايه? الله فيه غرف سابقة التجهيز خلاص? وغرف يتم انشاءها من البداية. انا النهار ده ممكن عندي غرفة مغزن ده ابني من اول المباني واعزلها ازاي بخطوات العزل? عزل مرة واثنين وعزل داخلي وعزل خارجي وفيه عزل حرار فيه عزل مثلا صوف فيه عزل ضاءة فيه حاجات كتير جدا نوع مختلفة بابدأ انشئ من الانشاء. فبيكون عندي مخازن انشائية وفيه مخازن سابقة الايه? التجهيز. طب اتكلمنا كل موضوعنا عن مخازن سابقة مين? التجهيز. مخازن سابقة التجهيز دي بتكون الجزء الانشاء بتاعها او المبنى بتاعها بيكون مصنوع من الواح. الالواح دي مجهزة مسبقا في المصانع بمواصفات معينة. وتيبقى عبارة عن مسلا لوحين بينهم مادة عزل من الورسان الرغوي. وبيكون سمكة حسب درجة حرارة المطلوبة داخل الغرفة اللي موجودة معنا. وبتكون مجهزة بقى فال سريعة بحيس بيتم تجميع الالواح مع بعضها. سواء كان بقى الواح ارضية سواء كان الواح حوائد سواء كان الواح ايه اسخف. كمان اللي بواب بتاعتها بتكون مجهزة من نفس الايه المادة اللي مصنوع منها الايه الالواح. تمام? علوة كمان ان الغرف دي بتكون مجهزة ببعض اللي هي دولة التبريد. دايرة التبريد اللي عندي. بتكون واحدة خارجية مكونة من ضغط ومكسف خزان تمدد. خزان سائل. والواح الداخلية بتكون عندي الفانة او الكويل اللي هو عبارة عن ملف المبخر واللي متسبت عليه مروحة او اتنين او تلاتة. حسب حجم المنتجات وحسب درجة الحرارة المطلوب. وممكن يكون في اكتر من مبخر داخل الغرفة. برضو حسب حجم القرفة وابعاد الغرفة اللي عندي. ومعها الصمام التمدد. كمان في بعض المكونات اللي موجودة معي زي موصولة الماء المتكاسف. واللي بلفها بشريت من السخنات هي وموسيلة الصرف. عشان يمنع تجمد الماء فيها داخل الغرف. وكمان عندي شريت السخنات اللي بيكون محطوط حول اطار الباب. وعشان يمنع تجمد اللي هو الماء المتكاسف حول اطار الباب واللي بيعوق حركة الباب. بعض الغرف بتكون مجهزة بستاير بلاستيكية. الستاير دي بتكون موجودة لما بفتح الباب يكون الستاير موجودة في المقدمة بتمنع اللي هو عملية انتقال او حركة الهواء من داخل او الخارج اللي خارج المكان. تمام? والغرف دي بعد ما بتعمل مع الستاير. اتكلمت بقى عن خطوات بتاعته وتشاهدنا فيديو اكتر من فيديو. فيه ازاي ممكن اجمع الالواح دي مع بعضها. واجمع مع الاسقف مع كل المجموعة. وبعد ما بجمع اللي هي الموجودة عندي غرفة وبركب الغرفة بالكامل بقى عمل لها عملية عندي. وثم اخدنا مسال تطبيقة على كده. وحلقتنا انتهت وان شاء الله بامر الله في حلقات قادمة. هنستكمل العديد من معرض المؤيسات المستخدمة عندي. ولكن فيها منوع جديد من مؤيسات ومؤيسات الصيانة الخاصة بنظم ومعدات التبريد. تمام? ان شاء الله بامر الله نكون يا ريت نكون اه احنا استفدنا. استفدتم منها. وفي نفس الوقت نفيدكم ان شاء الله بامر الله. ولا تنسونا بالدعاء. واشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.